اشتركوا في القناة في عام 1981 للميلاد قام مؤسس الطريقة القادرية العطارية تضيلة الشيخ محمد إلياس العطار القادر حفظه الله تعالى بتأسيس مؤسسة دعوية إصلاحية تتكون اليوم من ثمانين قسما وإدارة بحمد الله وتقوم على خدمة الإسلام والمسلمين ونشر السنن النبوية في مختلف أنحاء العالم إنها مركز الدعوة الإسلامية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدقائق المعددة سنطوف معكم لنتعرف على بعض أقسامه الهامة ومنها جامعة المدينة أنشأ المركز معاهد شرعية تحت اسم جامعات المدينة والتي تهتم بالدراسات الشرعية للطلاب والطالبات ليتم تأهيلهم وتخريجهم كعلماء ودعاة ومفتين فيكونوا هداة للناس وعلماء يعلمونهم أمور دينهم وقد بلغ عدد فروعها حتى عام 2021 حوالي 1150 جامعة حول العالم يدرس فيها 90 ألف طالب وطالبة ولخدمة القرآن الكريم تم إنشاء مدرسة المدينة حيث يتم فيها تعليم الأطفال القرآن الكريم والعلوم الواجبة وبلغ عدد فروعها حتى الآن أكثر من خمسة ألاف مدرسة حول العالم بحمد الله تعالى يتعلم فيها أكثر من 230 ألف طفل وطفلة القرآن الكريم قراءة وحفظا ولمراعاة متطلبات العصر الحالي أنشأ المركز أيضا قسم أكاديمية العلوم الإسلامية للدراسة عن بعد لتوفير دورات تعليمية متعددة عبر وسائل التواصل الحديثة وقد بلغ عدد الطلاب فيها حوالي 20 ألف طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة حول العالم كما ويهتم المركز أيضا بنشر العلوم الدينية اهتماما خاصا ولهذا قام بتحسين الدراسات العصرية المدرسية فأنشأ قسم يسمى دار المدينة لتعليم وتربية الأجيال الناشئين بلغ عدد فروعها 103 فروع في العالم يتعلم فيها حوالي 27 ألف طالب وطالبة أما عن مجال التصنيف والتأليف والكتابة فتم إنشاء قسم البحوث والدراسات الإسلامية الذي يضم عددا من العلماء المؤلفين والمحققين يقومون بتأليف الكتب وتحقيق المخطوطات وتخريجها في العلوم الشرعية والتربية كما يقوم قسم الترجمة بنقل الكتب العلمية والدعوية الصادرة عن المركز إلى اللغات العالمية ليتم بعدها طباعتها بأبهى حلة من قبل مكتبة المدينة التابعة للمركز ومن الجهود العظيمة المتميزة للمركز أيضا إطلاق قناة مدن الفضائية التي تبث في جميع أنحاء العالم عبر ستة أقمار صناعية تهتم القناة بنشر الدعوة والعلم مع مراعاة مستويات جميع شرائح المجتمع من الأطفال والنساء والرجال وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة وتبث في ثلاث لغات وهي الأوردية والإنجليزية والبنجالية بالإضافة إلى البث لعدة ساعات للأطفال من علامات أهل الإيمان بناء المساجد والمركز لم يتخلف في هذا المجال عن الآخرين فقد أنشأ قسم بناء المساجد وإعمارها الذي يهتم ببناء المساجد ومدها بالآئمة والخطباء والدعاة في مختلف أنحاء البلاد ومعدله السنوي هو ستمائة مسجد تقريبا أي أنه يقوم ببناء مسجدين في مكان ما كل يوم تقريبا يسعى المركز لخدمة كافة الشرائح ولهذا أنشأ قسما متكاملا لطبقة قل الاهتمام بها في المجتمع وهي ذو الاحتياجات الخاصة حيث يتم إعداد دعاة متخصصين في لغة الإشارة ليعلم هؤلاء الإخوة الصم والبكم والعمي كيفية الطهارة وأداء الصلاة وغيرهما من الأحكام الواجبة في الإسلام إضافة لذلك أنشأ المركز أول قسم متخصص لإعادة التأهيل للأطفال من أجل تحسين حياة الأطفال من ذوي الإعاقة وذلك من خلال تقديم الرعاية لرفع كفاءاتهم وتطوير قدراتهم الذهنية والبدنية بتوفير برامج علاجية مكثفة وفي جانب الخدمة الاجتماعية أبل المركز بلاء حسنا في هذه الناحية أيضا فقد أنشأ قسم FGRF أي مؤسسة فيضان العالمية للإغاثة الإنسانية لمساعدة المسلمين المتضررين من الكوارث والزلازل والأوبئة والأمراض المنتشرة والابتلاءات في جميع أنحاء العالم وخصوصا عام 2020 الذي عانى العالم كله من إغلاق تام بسبب فيروس كورونا فقام أعضاء هذه المؤسسة بإيصال المواد الغذائية والمساعدات المادية لحوالي أربع ملايين مسلم في العالم وكذلك حينما اشتدت معاناة مرضى الفلسيميا الذين يحتاجون إلى الدم كل خمسة عشر يوما قدمت مؤسساتنا حوالي خمسين ألف كيس من الدم لهم استجابة لفضيلة الشيخ محمد إلياس العطار مؤسس مركز الدعوة الإسلامية فهيا بنا أيها الإخوة المشاهدون لندعم هذا المركز العظيم وننضم لقافلة الخير والدعوة إلى الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر